لديك طفل في البيت ومسبب لك هاي الكارتة بكيبورد اللابتوب ما اخو داعي تقلق وراح نتعلن بعد درس كيفية تصطح هاي المشكلة خليكم تابعه حتى النهائي سلام عليكم شباب رجعلكم فيديو جديد وهل مرة مثل ما شوفون هاي نعودنا هذي الكيبوردات اللي خاصة باللابتوب الكيبوردات اغلبها الاجرار مالها مخلعة مثل ما شوفون اليوم رح يكون درسنا بشكل تفصيلي عن كيفية استطاح هذا الخليل دون الحاجة الى استبدال الكيبورد بشكل كامل هذا الدرس طبعا اكتر شيء رح يستفاد من عند الاخوة الفنين اللي رح اغطي بكل الاحتمالات اللي ممكن ان يتواجهك حتى تقدر تتجاوز اي مشكلة فتحتاج شغلتين الاولى انه يكون عندك خردة مع الكيبوردات واني مثل ما شوفون خط هاي العين البسيطة حتى رح ناخف بها نغطي بها كل الاحتمالات احتمالات الكسورة واحتمالات الخلق وايضا نصح لخوة الفنين انه يكون عندهم كم كبير من الكيبوردات اللي مكسرة او التالفة استفادوا منها في انتزاع الازرار يعني جيك زبون عنده مثلا كيبورد تالف بسبب مسكوب عليه مي او شيء فحرص على انك الكيبورد تاخذ اثن من الزبون وما تنطي يعني الكيبورد اللي تستبدله بعد ما تشده الكيبورد الجديد تاخذ اثن من الزبون انه الكيبورد القديم انا ممكن ان نستفاد منه واكيد هو رح يسمح لك بانه الكيبورد يبقى عندك لانه ما رح يستفاد منه هو باي شكل من الاشكال حتى لو اضطرت انه توعد انه في حالة اذا خلعت الازرار مع الكيبورد الجديد اللي يشده عندك انه رح تركب له الازرار بشكل مجاني وبهالشكل هذا رح يتشجع انه يترك لك الكيبورد القديم وما ياخذه ويا والظل عندك هاي تكمل هائل من الكيبوردات قيبا عندي بلبل 500-600 كيبورد هاي الكيبوردات استخدمها كبنك للازرار انزع منها الازرار اللي يحتاجها بعملي اثناء اصلاح اللابتوبات فخلي نبلش على بركة الله بكيفية تكميل الازرار المخلوعة او المكسورة اول شي اخوان خلي نقوم به هو مثلا عندنا هاي الكيبورد مثل ما تشوفون كامل ما باي نقص خلي نيجي نحنا نخلع الازرار مالتك لنفرض انه الكيبورد مالتك وتريد تنظف تحته مثلا عصفد شغلة او تريد تشلع هذا الزر لسبب معين او تريد تبدل مثلا اللاستيك اللي تحته مثلا تالف شوان طريقة نزع مال الازرار بحيث ما تسوي اي ضرر للزر باي ملقط ملقط صيانة طبعا مو ملقط مع الشعار ملقط صيانة مثل هذا تدخل تحت الزر بهذا الشكل ترفع الزر بهذا الشكل تدخل تحت الزر ترفع طبعا لبظفرك وتدخل تحته بحيث تفوت بين الزر وبين الشبكة البلاستيكية اللي ثبته الزر يعني بهذا الشكل وترفع الزر بهذا الشكل ستضمن أن الشبكة البلاستيكية ماتة لا تتأذى ويطلع الزر عندك شوف السعانة هنا أذيت الزر أذيت الشبكة البلاستيكية خطأت رح نصلح هذا الخطأ سويا الطريقة الصحيحة أنه لأنه يصور فما صار بشكل صحيح يعني الطريقة أنه تدخل بين الزر بهذا الشكل من أي مكان كان تدخل بين الزر وبين الشبكة بحيث الشبكة تصير تحت الزراع مع الملقط والزر يصير فوق الزراع مع الملقط بهذا الشكل نشوف الشبكة تبقى تحت الشبكة تضغط على الشبكة بهذا الشكل تحميها من الكسر وترفع الزر بهذا الشكل نرفع عندنا الزر بدون مشكلة نأخذ مثال آخر نرفع الزر آخر هذا الزر أيضا ندخلت تحته وشلعته بهذا الشكل الزر مثل ما شوفوه ما تعرض لأي ضرر نرجع نرجع الزر محلة إذا نريد مثلا هذا الزر رجع محلة وهذا الزر أيضا نقدر نرجعه محلة بكل سهولة بهذا الشكل مثل ما شوفوه ما تعرض لأي ضرر يبقى عندنا هذا الزر اللي انكسرت أو انخلعت الشبكة مال التثبيت مالتا شون طريقة شون التصرف وهي هاي الحالة لازم ترجع تعمل ترجع الشبكة محلها ولكن في حالة إذا انكسرت ذراع التثبيت مثل ما شوفون هاي الزراع مال التثبيت الموجودة بهذا الطرف موجودة ولكن هاي الزراع التثبيت الموجودة بالطرف الآخر انكسرت عندنا فشون الحال الحال أنه تجيب أي كيبورد من نفس الموديل أو نفس النوع مثل ما شوفوا بهذا عندي كيبورد آخر نفس الموديل نجي ناخذ زر نفسه قابلة أو مو شرط كل نفسه يعني أي زر نجي ناخذ منه الشبكة مثل ما شوف عندي هنا هاي الشبكة مال التثبيت ندخل جواها بهذا الشكل نلقي نقطة ضعف ندخل منها حتى نرفع بي الشبكة مال التثبيت مثل ما شوف عندي هاي المكان فحاجة أرفع بهذا الشكل فكيت الشبكة بهذا الشكل أجي على الطرف الآخر أيضا وبهذا الشكل ادخل تحتها واسحبها سحب فحشوف انه الشبكة طلعت عندي بهذا الشكل بدون ما اتعرض لأي كسر ارجع اركبها بالمكان اللي اريد اركبها بهذا الشكل طبعا صايرة مثل التشنقال التشنقل الطرف الفوق والطرف الآخر يجي قعد عندك بهذا الشكل مثل ما اشوف قاعد تقالت الشبكة لتثبيت هسه اقدر اجي اقعد الزر محلة واضغط عليه راح شوف انه الزر قاعد محلة هاي الطريقة الاولى لمن يكون عندك انه الكيبورد نفسه بدون الغرار ترفع لازرار مالته وترجع ترجعهم محلهم واذا يكون عندك مثلا ازرار مكسرة الشبكة مال التثبيت او الستاند مال التثبيت مالته تجيبه من كيبورد مشابه الى انا عندي كيبورد مئة بالمئة يشبه الكيبورد طبعا ما راح تقدر تعتمد على هاي الطريقة في بعض الاحوال مثلا هذا الكيبورد الحالة الاولى اللي اتناولناها حالة انه الكيبورد نفسه لازرار مالته ترفعهم وترجع تركبهم على نفس المكامل هاي الحالة الاولى الحالة الثانية اذا كان عندك زر بيكسر بالشبكة مال التثبيت مالته اشتون تعوض الشبكة تجيبها من كيبورد اخر مثل مشابه او مطابقة الى بشكل كامل مو دائما تكون عندنا هاي الحالة صحيحة ليش لانه بعض الموديلات سناخذ مثال قدنا هذا الموديل هذا الموديل مع الكيبورد ايسر مطابق مئة بالمئة نفس الكيبورد مئة بالمئة نفس الفلاتة مثل ما شوف فلاتة الكيبورد مشابهة مئة بالمئة والموديل ايضا مطابق مئة بالمئة ولكن الازرار ومكان او نوع الشبكة اللي ثبت الازرار تختلف راح ناخذ المثال نجي ننزع اي زر واليكون مثلا حرف الاف ندخل تحت ايضا خليكون درس عملي لكيفية تنزع الازرار نرفعنا بهذا الشكل دخلنا تحته ورفعنا رفعنا حرف الاف نجي نريد انعوض مكان هاي الشبكة مثلا خينقول هاي الشبكة انكسرت عندنا بهذا الشكل حين نكسرها سوى كسرنا الشبكة هاي اللي هنا اريد اجيب شبكة اخرى بديلة لها من كيبورد اخر اجي انزع حرف الاف راح اجي انصدم واشوف انه الشبكة ماريت تختلف بشكل كامل فاضطر ارهم او ادور على الكيبورد مكان اخر اي ارجو المعذر اخوان جاني زباين على العموم حتى نكمل مثل ما قلنا انه القاعدة ما للتثبيت او الشبكة ما للتثبيت الزر مختلفة زين ناخذ مثال اخر طريع هذا مثال اخر كيبورد مطابق ايضا مع اللابتوب كاسبر نفس الكيبورد مباشرة مثل 100% مثل ما شوفون نفس الازرار نفس الرفلاتات 100% نفس الرفلاتات يعني هذا الكيبورد مطابق 100% لهذا الكيبورد ولكن اذا تجي تنتبه على القاعدة مع تثبيت الزر مثل ما اشوف الشبكة البلاستيكية للثبت الزر يكون شكل لهالشكل بينما هذا الكيبورد 100% مطابق ولكن الشبكة مع تثبيت الزر مختلفة وشو مثل ما اشوف هنا بيها بيها الرجل من الأسفل وهينا بيها رجلتين من فوق بينما هذه بيها رجلتين تحت ورجلتين فوق مثل ما اشوف هذا اختلاف اللي صاير بين الكيبوردين ما اعلم انه الكيبوردات مطابقة 100% كيف نصرف بهاي الحالة خلينا نجي نشوف اساعدنا هالكيبوردين افرض بي نقص زر جاك زبون قل لك اريد تكمل لهذا الزر فراح نجي نعمل طريقة الترهيم كيف نرهم رح نجيب مثل ما شفتوا بداية الفيديو شوفتوكم البنق اللي قلت لكم البنق الأزرار اللي عندي تجي تراقب الكيبوردات اللي عندك وتلاقي طبعا كيبورد آخر لموديل آخر ولكن شبكة شبكة تثبيت الزر تكون بنفس القياسات ونفس الأبعاد مثل ما شوف عندك انا عندي هذا الكيبورد مع اللابتوب اتش بي وهذا كيبورد مع اللابتوب كاسبر ولكن الشبكة او الأرجل مع التثبيت مع الزر مثل ما شوفون مطابقة بشكل كبير هذه الأرجل التحتانية مثل ما شوفون وهذه الأرجل الفوقية مسافاتها متقاربة فراح نجي ناخذ شبكة من هذا المكان ونضعها هنا ونضع الزر محلة وحتى إذا ما كان عندنا زر سنستعين بزر من هذا الكيبورد ونركبه بهذا المكان شوان رح نسوي هذا الشيء خلي نسويسوه هسا عندنا حرف هنا عندنا نقص سنأخذ شبكة نكمل بها هذا الناقص الهين ويفرض نأخذ الزر T نرفع بهذا الشكل بعد الضغط مثل ما شفتوه ونجي نرفع شبكة بلاستيكية بهذا الشكل بدون ما نضررها ندخل تحتها بكل تأني ندخل تحتها ونسحبها بهذا الشكل حتى نرفع من مكانها بكل تأني بهذا الشكل طلعت الشبكة المالش تثبيت هذه التثبيت المال الزر طلعت من مكانها خلينا نأخذ هذا على الجنب ونجي نكمل النقص اللي موجود عندنا بالكيبورد اللي نريد نكمله فرح نجي نخلي الشبكة مال التثبيت بهذا الشكل مكانها ونضغط عليها حتى تقعد محلها وإذا موجود عندك الزر الأصلي مالته ولي نفرض خلينا ننزع من الكيبورد ننزع زر آخر هذا الزر اللي نفرضها هي مكانها ونجي نقعد بهذا الشكل رح نشوف أنه الزر قعد محلة بدون أي مشكلة مثل ما تشوفون ولا وردنا مثلاً أنه أو فرضنا أن هذا الزر أصلاً مفقود مفقود ما عندك بديل إلى فنجي نأخذ كيبورد من الكيبورد الآخر نفس الشبكة مالتا رهمت على الكيبورد مالنا نأخذ الزر من الأزرار مالتا رح نقعد بهذا الشكل رح نشوف أنه أيضاً قعد وشكله ما رح يصير بشع بشكل كبير يعني رح يكون به اختلاف بسيط بالشكل ولكن إذا تشوف من بعيد أنه الكيبورد يعني متناسق مع الأزرار اللي موجودة على الكيبورد الأصلي مالتاك هذا كل شي اللي حبيت أحكي أو أتكلم عنه بفيديو اليوم بقى ملاحظة أخيرة بالنسبة للأزرار ما للأزرار كيف تتعامل معه دعني ننزع كيبورد من الكيبورد زر معين ونفرض أنه هذا هذا الزر اللاستيك مالتا تعبان ستستبدله تأتي بكل تأني بحافة الملقطة بهذا الشكل تنزع اللاستيك الخاص أو المادة اللاستيكية الخاصة بالزر بهذا الشكل بكل تأني على الأطراف مالتا بهذا الشكل بكل تأني ننزع كيفك نشوف أنه اللاستيك انقلع أو انشلع معاك بكل سهولة هذه اللاستيكة التالفة دعني نقول سنجيب اللاستيكة بديلة إلها من كيبورد آخر وبنفس الطريقة نأتي نعمل الطريقة التالية على حواف اللاستيك بكل تأني بدون ضغط نرفع اللاستيكة بهذا الشكل نأتي نركبها مكان اللي نريد ثبتها وأخيرا نجيب الزر ونقعد الزر فوقها لا تستخدم أي مواد لاصقة ماكو داعي هو مباشرة راح يكون ثابت بمحلة مثل ما تشوف هذا كل شي اللي يتعلق بفيديو صيانة الكيبوردات الخاصة باللابتوب أتمنى يكون الفيديو عجبكم إذا عجبكم الفيديو لا تنسونا بالعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد كون ياكم سيف قداوي من قناة قداوي تيك فيما الله شباب